هشوف هو اللي طبعاً انتصار كاس العالمين ديه للمرة التانية على التوالي البرونزية ده انتصار يعني ببارك عليه جماهيري نادي الاهلي ومجلس الإدارة واللعيبة النادي الاهلي عمل بطولة كويسة رغم انت عارف ان المباراة الاولى كانت مباراة منتيري اللي لعب فيها النادي الاهلي بدون اللعيبة الدوليين قدر يعني مسماني بالتوليفة اللي موجودة ان هو يعمل مباراة كويسة من وجهة نظر في كاس العالم عندها اللعيبة طبعاً الدولية تفرق جداً جداً مع النادي الاهلي نعرفين الشناوي مازال مصاب وعدم المشاركة يعني تقريباً بنسبة 90% مش هيشارك في المباراة ما تفرش ايمن اشرف طبعاً عشان الطرد الموقوف دول ابرز الغيابات انما النادي الاهلي يمتلك مجموعة من اللعيبة اللي هي على اعلى مستوى انا مع الكابتن حلمي سمعته في المداخلة بالنسبة لأحمد عبدالقادر ده مشروع لعيب كويس جداً جداً هيخدم منتخب مصر في فترة اللي جاية اتمنى محمد شريف يعود بالقوة مع النادي الاهلي وخلي بالك اللعيبة اللي رجلها بتبعد عن الملعب يا مهيب بتأثر جامد جداً يعني محمد هاني لما بعد عن الملعب اتأثر شوية انما شفناه في كاس العالم اندية رجع بقوة الساروخ زي ما بيقول محمد هاني من اللعب الممازين جداً فاشوف ان النادي الاهلي كسب ياسر ابراهيم في البطول الكاس العالم اندية جاب جنيه في المطش بتاع الهلال وعمل مباراة كويسة جداً والنادي الاهلي مكتمل الصفوف فمستنين يعمل مباراة كويسة ان شاء الله في السوداء طيب خلاص ماشي بتاخد مين معي لا خلاص اكمل فمستنين ان شاء الله احنا نتعرف ان مباراة الهلال والمريخ والاهلي والزمالك المباراة اللي بيبقى فيها يعني منافس مصري وسوداني وتونسي وجزائري بتبقى مباراة كبيرة كلها فاحنا اتمنى ان شاء الله ان احنا ما نشوفش الاحداث اللي هي كانت الاحداث الاخيرة بتاعة النادي الاهلي والهلال اللي كان فيها شغب من الجماهير النادي الاهلي زي ما قلتلك يعني فرصه كبيرة النادي الاهلي يمتلك زي ما قلتلك مجموعة من اللعيبة اللي تقدر تصنع الفارق ان شاء الله في المباراة والنادي الاهلي خد فترة كافية جداً ريح فيها اللعيبة ما بعد كاس العالم الاندية واكتمل الصفوف زي ما قلتلك فمستنين ان شاء الله مسماني يعني يبقى عنده توفيق ان شاء الله الفترة اللي جاية ويهدى شوية كده بموضوع التجديد والازعاج اللي هو عامله في قصة ان هو هيقعد لا هيمشي لا النادي الاهلي اعتقد ان هو عمل كل ما في وسعه علشان يوفر لي مسماني اللعيبة والامكانيات والصفقات حتى كمان الاعراض اللي طلعت يعني الاعراض اللي طلعت ورجعت اعتقد ان هي فادت النادي الاهلي ودي خطوة قويسة جداً تحسب للنادي الاهلي النهاردة لما لعيب زي ناصر ماهر النهاردة في بيرامدز يظهر بالمستوى ده ده طبعاً مكسب للنادي الاهلي ولد زي محمد عبد المنعم لما اشتغل مع فيوتشر وبعد كده راح المنتخب رجع دلوقتي بقى أساسي في غياب ايمن اشرف ورامي ربيع اللي مش موجودين فبالتالي النهاردة مشروع الاعراض للاندية مش النادي الاهلي هو اكتر المستفدين منها طبعاً النادي الاهلي فالنهاردة لما ينضم لك ناصر ماهر بعد كده احمد ياصر رهيل لما يرجع المجموعة اللي هي بتطلع تاخد ولد زي شكري اللي بلعب باكليفت في النادي الاتحاد السكندري لعيبه مميز جداً باكليفت يبقى مع علي معلول فاعتقد ان احنا الفترة الجاي هنشوف النادي الاهلي في لعيبه يعني هتبان كويس اوي طيب معايا واحد من افضل المدربين دلوقتي في الدولة المصر